اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية موجها بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووفيقة تأمين لدعمها ماديا وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمرقبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية كما استعرض الرئيس السيسي التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القانون الأحوال الشخصية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد موجها سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيق التأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة وذلك حفاظا على التربط الأسري ومستقبل الأنجال وموجها سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ ستة قوانين حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه عشرين اجتماعا كما قامت بالصياغات الأولية لمائة وثمانين مادة وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون خاصة ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال أخذا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملا مشتركا خلال العقود الماضية فضلا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي من أجل دعم الأسرة إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة فضلا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتين الزواج والطلاق بما يضمن اجتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق فضلا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج وعدم ترتيب أي التزامات على الزوج إلا من تاريخ علمها به كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن حيث وجه السيد الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية والتي يؤدي تركمها إلى ازدحام الشوارع فضلا عن تصفية مقابر السيارات وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور والتنسيق الحضاري للمحافظات كما وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحياتها مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال